بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عزيزي في نهاية الكتاب أو الملخص هناك تمارين عن التمويل الإسلامي هامي جدا وهي سهلة وسوف تأتي بالاختبار مئة بالمئة هي ثلاثة تمارين نأتي إلى التمرين الأول قرر محمد شراء سيارة بسعر 285 ألف ريال اتفق مع مصرف إسلامي بنك الراجحي على تمويل سيارة بموجب عقد مرابحة بمعدل الراجحي سوف يأخذ ربح بمعدل كام 3 أو 5% دفع هنا طبعا هنا دفع من؟ دفع محمد دفع أولى بقيمة 105 ألف ريال أوكي وتزديد الباقي على أقصاد شهري متساوي لمدة كام؟ 5 سنوات لنأتي لتفسير هذه المسألة السيارة قيمتها 285 ألف ريال لكن محمد معه 105 ألف إذن الباقي كم سوف يعطي محمد؟ هذه هي قيمة القرض إذن القرض كم قيمته؟ قيمته بالحقيقة هو 285 ألف ريال ناقص 105 ألف ريال يساوي كم؟ يساوي لو أتينا حساب هذه القيمة سوف نجدها 180 ألف ريال 180 ألف ريال أوكي هذا القرض يقال عنه ماذا؟ البي في قيمة القرض أوكي نأتي الآن هل سوف محمد يدفع على مدة خمس سنوات أقصاد شهري؟ يعني بالحقيقة سوف يدفع 60 قصد أوكي مجموعة هذه الأقصاد هل سوف يكون 180 ألف ريال؟ طبعا لا البنك لم يعطيه هذه 180 ألف ريال لكي يعيدها بعد 6 سنوات 180 ألف ريال إنما أعطاه هذه من أجل الربح كم الربح؟ أوكي هناك ربح سنوي كم؟ 3.5% إذن البنك سوف يكون قد حصل في المستقبل في نهاية الخمس سنوات سوف يكون حصل على مبلغ أكبر من 180 ألف ريال أكيد يعطى بالقانون القانون الشهير بي في مضروب بواحد زائد إن ضارب آي ويساوي كم البي في 180 ألف ريال ضرب نفتح قوس واحد زائد كم ال إن ال إن هي خمسة أوكي ضرب كم النسبة الربح؟ 3.5% نأتي للآلة الحاسبة لنجدها 211 ألف وخمسمائة ريال طبعا القيمة هذه معقولة أوكي لسبب أنها أكبر من البي في أكبر من البي في أوكي السؤال هنا كم قيمة القصد؟ أوكي قيمة القصد قيمة القصد تساوي المبلغ اللي لازم يدفعه الكلي وهو 211 ألف وخمسمائة على كم قصد؟ أوكي ممكن الطالب يحسب 60 قصد أو ممكن يقول هي خمس سنوات ضرب كم؟ ضرب 12 شهر أوكي لأنه هو يقول لي الأقصاد شهري وتساوي 211 ألف وخمسمائة على 60 وتساوي وتساوي 3525 ريال هذه هي قيمة القصد الشهري نأتي الآن إلى المسألة الثانية قرر محمد أيضا شراء سيارة بسعر 225 ألف ريال اتفق مع مصرف إسلامي أي مصرف آخر على تمويل السيارة بموجب عقد مرابح ينصه على دفع أولى بقيمة 75 ألف ريال محمد سوف يدفع 75 ألف ريال أوكي كدفع أولى من جيبي وتسديد الباقي أوكي الآن محمد سوف يسدد القرض الذي أخذه من البنك لإكمال المبلغ على شكل أقصاد شهري لمدة خمس سنوات وقيمة كل قصد 3,331 ريال واربع أوكي المطلوب احسب هاميش الربح احسب هاميش أو معدل الربح السنوي طبعا الآن يجب فهم المسألة محمد يريد شراء سيارة 225 ألف ريال لكن ليس معه سوى 75 ألف ريال إذن سوف يأخذ من البنك سوف يكون القرض من البنك هو 225 ألف ريال ناقص 75 ألف ريال وتساوي 150 ألف ريال وفعلا محمد معه 75 ألف ريال يحتاج إلى 150 ألف أن يذهب إلى أي شخص يعطيه 150 ألف ريال ليكمل مبلغ شراء السيارة وهذا الشخص هو من؟ هو البنك طبعا أعطاه أعطاه الفلوس 150 ألف ريال يريد ربح يريد ربح البنك القرض يسمى ماذا يسمى؟ يسمى البي في تسديد الباقي أي تسديد المئة وخمسين هي القرض على شكل أقصات لمدة خمس سنوات قيمة كل قصة كامة 331 وربع ريال طبعا البنك أنا لن أعيد للبنك 150 ألف ريال لا سوف أعيد مبلغ أكبر من هذا كيفية حساب هذا المبلغ الذي هو يسمى فيوتشر فاليو قال لي أنه سوف يدفع أقصات شهري لمدة خمس سنوات أي أنه سوف يدفع 60 قصة وقيمة كل قصة كامة 331 ريال وربع أي ضرب 331 وربع ريال سوف يكون الإجابة سوف تكون الإجابة 181 875 ريال وهذا نعم مقبول لماذا؟ الفيوتشر فاليو أكبر من البي في هناك ربع هناك ربع أوكي الآن كيفية حساب الربع الذي كاننا نسميه I يساوي الفيوتشر فاليو ناقص البرزينت فاليو ماذا يساوي؟ 181875 ناقص 150 ألف يساوي يساوي 31 ألف 31 ألف 875 ريال 31 ألف أوكي لماذا أنا استخدم حسبة I لأنه يريد معدل الربح أو هامش الربح الذي يسمى I ومن المثلس الشهير I من هو؟ هو والإي كابيتال على البي في ضرب N أوكي جميع المعطيات الآن معي 31 875 تقسيم كم البي في بي في هو 150 ألف مضروب كم الان الان المدي عدد السنوات هو خمسة الإجابة 0.0425 لكنه يريد الربح السنوي أوكي أو نسبة الربح السنوي لذلك سوف نضرب الإجابة بمئة عند ضرب الإجابة بمئة سوف ننقل الفاصل خانتين إلى اليمين سوف يصبح لدينا أربعة سوف يصبح لدينا 004.25 طبعا الصفر هنا ليس له أهمية لذلك ما هي النسبة الآن أربعة وربع بالمئة أربعة وربع بالمئة قد أخذ البنك مقابل أن يعطي محمد 150 ألف ريال إذن البنك لم يعطي محمد 150 ألف ريال لكي يعيدها 150 ألف ريال لا لقد قال له أن تعيد لي هذا المبلغ على شكل أقصاد 60 قصة خمس سنوات فيها 60 قصة شهري وكل قصة 3031 ريال وربع إذن أنا سوف يكون المبلغ في نهاية الخمس سنوات سوف يكون محمد قد دفع 181 875 إذن الآن كم ربح البنك ربح البنك كم ربح البنك 31 875 أوكي هو لا يريد الربح هو يريد المعدل أو نسبة الربح تعطى من قانون المسلس الشهير الآن عزيز الطالب في المثال الثالث يقول لدي مضاربة بقيم 750 ألف ريال ماذا تعني هذه المضاربة أنا لدي فلوس ولكن لا أفهم في السوق لا أفهم بالتجارة لا أفهم بالبيع والشراء يأتي شخص آخر ويقول لي أعطني هذا المبلغ طبعا أنا أسق به أعطني هذا المبلغ وأنا سوف أشتري وأبيع وأستأجر وسوف أقوم بالعمليات المالية طبعا ضمن شرط أوكي ضمن شروط أوكي سوف نأتي إلى هذا إلى نص الاتفاق بعد قليل الآن مضاربة بين طرفين يقدم الطرف الأول رأس المال المضاربي أوكي إذن رأس المال من أين سوف يكون من المصرف الإسلامي هو لديه رأس المال هو الذي سوف يسمى الطرف الأول أوكي ويقدم الطرف الثاني المضارب شخص ما أو شركي أو مؤسسي تفهم بالاستثمار أوكي لديها خبرة بالاستثمار مقابل حصولي على حصة من الربح طبعا ممكن نقول للشخص نعطيك راتب أو ممكن نعطيك نسبة من الربح وهذا الأفضل من أجل تشجيعه أوكي إذن الآن المضارب سوف نقول عنه الطرف الثاني أوكي ما هي نص الاتفاقي يجب فهم نص الاتفاقي جيدا اتفق الطرفان الطرف الأول البنك والطرف الثاني المضارب أو أي مؤسسي تفهم بالأسهم تفهم بأي شيء بيع وشراء تأجير على تقاسم الأرباح بنسبة 75% أوكي للطرف الأول مين الطرف الأول الإسلامي يجب التمييز أوكي الطرف الأول سوف يأخذ 45% والطرف الثاني سوف يأخذ 55% تكملت 100% إذا كان الربح 25% أو أقل يعني تخيل الآن الربح مثلا 20% سوف يأخذ المضارب 55% والبنك 45% تخيل نسبة الربح 10% سوف يأخذ المصرف 45% وسوف يأخذ المضارب أوكي 55% تخيل لو نسبة الربح 25% أيضا سوف نطبق نفس الشيء 45% للطرف الأول و55% للطرف الثاني أما لو تجاوزت نسبة الربح أكثر من 25% الأكثر من 25% سوف تعطى للمضارب مثلا تخيل نسبة الربح 40% قبل حساب أي شيء يجب أخذ 15% زيادة على 25% وإعطائها للمضارب ثم نأتي إلى حصة 25% ونقسمها 45% للطرف الأول و55% للطرف الثاني أوكي نأتي الآن بالتطبيق ما هو نصيب كل طرف الطرف الثاني هنا والطرف الأول إذا حقق المضارب الطرف الأول أرباح بنسبة 20% إذن الآن سوف نطبق الجزء الأول من الاتفاقية إلى هنا سوف نطبق الاتفاقية سوف تكون إلى هنا فقط اتفق الطرفان على تقاسم الأرباح 45% للمصرف و55% لمضارب إذا كانت نسبة الأرباح 25% أو أقل طبعا هنا 25% إذن سوف نطبق الشرط الأول من الاتفاق لكن لنأتي ونحسب أولا السؤال هو ما نصيب كل طرف أي ما ربح كل طرف لنأتي ونحسب قيمة الربح قيمة الربح أوكي ماذا تساوي تساوي المبلغ الموضوع في الاستثمار ضارب نسبة الربح قال لي 20% هنا قال لي 20% ماذا يساوي الآن أوكي ماذا يساوي الآن 20% يساوي 150 ألف ريال أوكي 150 ألف ريال قيمة الربح 150 ألف ريال الآن هذه القيمة سوف أقسمها سوف أعطي المصرف وهو الطرف الأول سوف أعطيه نسبة 45% والمضارب وهو الطرف الثاني سوف أعطيه 55% كيفية حسابها بكل سهولة نفس الشيء هنا المصرف سوف يأخذ من 150 150 ماذا نسمي هذا نسمي نصيب المصرف 150 بالمئة ضرب 45 بالمئة عفوا هنا 150 ألف ضرب 45 بالمئة تكون الإيجابي 675 وخمسمية أوكي هذا من هذا نصيب الطرف الأول نأتي إلى وهو المصرف نأتي إلى المضارب كم أخذ من الربح أخذ 55% من الربح سوف نجدها 82500 وهذا نصيب من الطرف الثاني المضارب عزيز الطالب ممكن تتأكد الآن بجمع 1 مع 2 سوف نحصل على القيمة الربح أو مقدار الربح سوف نحصل على قيمة الربح أو مقدار الربح نأتي إلى الجمع مثلا 67500 زائد 82500 بالجمع 0010 أيضا 10 57500 وهو 3 وهو 3 نأتي الآن إلى المثال الثالث الجزء الثاني منه نأتي الآن إلى المثال الثالث والجزء الثاني منه أوكي ما هو نصيب كل طرف المضارب والمصرف إذا حقق المضارب أرباحا بنسبة 35% لنعيد الشرح مرة أخرى هنا هنا الطلب الثاني يحتاج إلى الهدوء قليلا ما هو نصيب كل طرف نصيب المضارب ونصيب المصرف إذا حقق المضارب أرباحا بنسبة 35% أي سوف نطبق الجزء الثاني من الاتفاقية كل نسبة تتجاوز 25% سوف يأخذها المضارب إذن الآن 35% عزيز الطالب سوف نقسمها إلى قسمين 10% لمن للمضارب طب 25% الباقي لمن للاثنين للطرف الأول والطرف الثاني نأتي الآن إلى طبعا هو يسأل عن نصيب كل طرف المضارب هنا كم هنا المضارب ماذا يساوي 750 ألف مضارب كم 10% الإجابي 75 ألف المضارب هنا في هذه الجزئية هنا في هذه الجزئية عزيز الطالب كم ربيح الاثنين ربيح الاثنين 750 ألف ضرب 25% كم المبلغ الآن ربيح الاثنين 187500 ريال إذن نص الاتفاقية الأول إذا كان المبلغ أقل من 25 تقسم بين الاثنين إذا زاد عن 25 الزيادة يأخذها من المضارب وتبقى تقسيمة 25% على حالها تقسيمة 25% على حالها نأتي الآن إلى ونوزعها حسب الاتفاقي قال لي تذهب 55 أو 45 للطرف الأول وهو المصرف و 55% لمن للطرف الثاني وهو المضارب أوكي نأتي كم ربح البنك الآن أو المصرف هو 185500 ضرب 45% يساوي كم 84000 ريال و 375 ريال كم ربح المضارب هنا ربح من المبلغ هذا 185500 ضرب 55% أي تساوي 103000 و 123000 أوكي و 125 ريال 125 لكن الآن السؤال كم ربح البنك إذن ربح البنك هذه هي القيمة هذا هو نصيب البنك كم نصيب المضارب المضارب ليس فقط هذا المقدار لا أيضا ربح هذا المقدار أوكي نجمعهم ونختار نصيب المضارب ونختار نصيب البنك أوكي الآن عزيز الطالب ممكن تتأكد من شيء وهو لو جمعنا لو جمعنا هنا الواحد والاثنين والثلاثة سوف نحصل على مقدار الربح بنسبة 35% بنسبة 35% ممكن تتأكد كم هو مقدار الربح نجمع هذه القيم الثلاث نحصل على نصيب جميع الطرفين نصيب الطرفين أوكي لكن نصيب البنك هو كما قلت هذا هو البنك أخذ فقط من نسبة 25% أما المضارب أخذ الزيادة عن 25% عشرة لأنه قال لي 35% وأخذ جزء من 25% أخذ جزء من 25% والسلام وعيكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة